السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ديدو ساموري هذا النهار ان شاء الله نتكلموا على واحد اخطاء التربية ديال الانانب انا بالحقيقة حاولت انني نلخصها لكم في واحد عشرة ديال الاخطاء يعني كيل المربي اللي كيديروا واحد اخطاء ويعني هي شائعة بين الناس ولكن انا حاولت انني نقول لكم هاد الاخطاء هادو مش مطيحوش فيها تنتهم يعني بالنسبة للا المبتدئين للا الناس اللي محترفين قدرو يتاوموا ياخذوا واحد النقاط منه من هالفيديو انهم هاديك النقاط شائعة بين الناس في تربية الانانب اول خطاء هو عدم اعطاء تحصين او التطعين شحان معاك يقول لك لان راني عايشين عندي الاناني بغي هاكاك راني مكاع بهم لد ولا والد نكونوا متأكدين انه هاد الشائعة رها خاطاء مياه في مياه اننا كاينين امراض موسمية اللي لا بد ما تجي الانب وخصنا نطعمه الانب لنا وحصنا ندروا التحصين وهد تحصين راه كالإنسان كلنا راح نضار بين الجلبة أي واحد راح ضار بالجلبة وهذاك الجلبة راح عبارة عن تحصين من واحد الأمراض اللي كتكون ليس سركة تجيه من واحد الوقت الوقت التاني حاجة وهي إعطاء الجرعات أكثر في الدواء شحب موعد كيمشيش الفيتامين مثلاً ويقول آه باش يكونوا مزيانين نعطيهم مثلاً جزم عالق في الهترو ما عليش باش يزيدوا ما زال يقبلوا ما زال ما زال هذه هي خاطئة كين اللي كي بغي يضرب لي برى وكي يحاول يزيد كثير في الجرعة هذيك الجرعات يلزلت فيهم ركاة الدواء الدواء توا راه ناشي يلزلت الكمية أنها تبرى ضغيرة لا الكمية اللي معطات هي اللي خصك تديرها الثالث حاجة وهي النظافة شحب موحد كيهمل النظافة هذه ما كنا نعطي لها في الفيديو ديالي دي ميلا بويتو الأرانيب ديالكم يكونوا مزيانين وهي تكونوا منقين مزيان الكاج مره 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 لم يتبدل مره مره لذيك الزنكات تحتانية تغسل لما لا واحد نهار تشمشوا تكشي كامل تديروهم فوحد الخنشة الأرانيب ديالكم وتغسلوا الكاج كامل يعني من واحد تلت شهور ولا ماشي مشكل مزيان حتى هي رابعة حاجة وهي إعطاء الماء للأنانيب كين الناس اللي كيقول لك حقا وهذه فكرة شائعة عامة بين البدو كيقول لك لا ما كان عطيه وش حنا يجعل الأرانيب ديالنا الماء وهي في حقيقة رابعة ماشي مشي مشي الأرانيب ما كيشربوش لمارا هم عايشين ما يمكنش مني بحث في هذا الموضوع لقيت أن هاد الناس اللي كيكونوا ديرين ديرين هاد متل هاد الفكرة هدي كيكونوا ما ديرينش لكاج أول حاجة يكونوا ديرينهم غي في الأرض يعني كيحفروا مساكن هادوك الأرانيب كيحفروا وكي مشوا يقلبوا على شي شي مصدر ماء وكيشربوا منو أو كينا وحد أخرى أن الأرانيب يعني اللي عايشين في الكاش ما كيسموك عطيهم كيعطيهم السيكالي حويج الناشفة يعني ما فيهمش الماء وهم كيعطيهم واحد نبات أخضر كيستنبتهم واحد شوية ديال الماء ودك الماء كيكون كين في النبات كييعيشهم صافرهم بحال يرام شربين الماء ولكن هذه فكرة خاطئة أما فيها بس عطي الأرانيب واحد طويسة ديال الماء وتباس بدلها مرة 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 أنا كل شي أي إن وجعلنا من الماء كل شي إن حي أي حاجة كائن را كيشرب الماء كيفاش الطريقة كل واحد عطي السيد ربي كيفاش كيكي النبسة را تاييك تشرب الماء ممكنش تعيش بدون ماء كينا وحد قادية أخرى ديال وهي فحقة غريبة أنا هدي هدي يالله يالله جاتني فكرة شائعة في هد البلاد بعدها اللي إحنا فيها وهي قال لك هيعطيه الأرانيب الحبوب منع الحمل يعني هدي را هدي را هدي را بوم فد في اليامات وقاع الناس كلهم كيمشي ويشريوا هديك الحبوب ديال منع الحمل ديال الدوية ديال الباشر ديال ديال المرأة اللي كتستعمل الأدوية وهما باش كي يربحوا كثر كيمشي وياخدوها من الصفيطاء وكيبقوا يعطيوها كيديرو ديال الحبيبة كيديروها في معلمة كيديروها لها معلمة ويا خاطئة مئة بالمئة وحبوب الحمل لا يعني ما كتموت بشي صيلة للأرانيب هدي أنا حاولت نديرها في الفيديو خصيصا لدى النقطة دي لان نراها فكرة شاعة في اليامات وراها خاطئة مئة بالمئة كي نعود ثاني بحقها جوج نقاط في القادية ديال الشمس الشمس الكاج مره مره يتشمش في الأرانيب ولكن مشي توجيه أشيعة الشمس مباشرة لجسم الأرانيب لا هده فكرة خاطئة كي نوحدة أخرى أو تاني توجيه الطيارات الهوائية مباشرة بحقها نديرو شي فرفيرة ونديروها مباشرة كتضرب الأرانيب نقولو بالله غتبردهم اياما الشي غتبردهم غذي تكساعة غذي يمرضوا بالزوكام وغذي يمرضوا بشي أمراض اللي انتو ما فغين عنها يعني ديما الفرفيرات تكون معلية الفوق أو الكوروندير يعني تكون كتضرب في واحد جيهة يعني تتمص من جيهة الشرجم ولا وتضرب في واحد ما تضرب في الوسط دي الأرانيب تضرب في واحد القونت ويدور البرد ويخرج من جيهة أخرى او الفرفيرات اللي كيكونوا كيدوروتها هم مزيانين الفرفيرات اللي كيكونوا فيهم ديك واحد الرياشة كتقد ترش عليهم البرد تهدوك أفضل قعب اذا التيارات الهوائية ميكونوش مباشرة مع جسم الأرنب كين في فصل الصيف النقطة أخرى وهي فصل الصيف كين اللي كيقول اه هم كيمساك نراهم كين الهتوب الزاف غادي نشد الماء بارد ونعطيه لهم مباشرة هادوك يتوادعوا معهم لأن المعداد ديالهم كتتستحملش وشحان مواحد مشانول الأرنب بهذا القادية دي أنه كيعطي المياه باردة للآرانيب خاص يكون الماء في الحقيقة هني ضربت في هذا الموضوع في واحد الفيديو السابق خاص يكون ملائم للغرفة يعني إما المزرعة أو الغرفة اللي انتم فيها خاص يكون ملائم ما يكونش بارد بزاف أو سخون بزاف لا يكون مؤتاديل أراقبوه مرة مرة يعني عادي ما عادي اللي كان شربوه منه وحنا تاهم ما يشربوه منه غيم يكونش مغلاسي وتعطيه لهم هدا هذي نقطة كين واحد القادية كين الناس اللي دايرين الانانيب هم مبغينش يصرفو عليهم احترية بس مو كيديرو كيمشوا جميعوا الخضرة التالفة الضائعة يعني من الأزبال وكيعطيوهم هذي هذي نقطة القيتها فوحد فوحد الحياة لدينا هنا اياها مشكيلة كيمشوا يجمعوا الزبل حشكهم يعني كي يجمعوا من 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 البوبيل وكي يعطيوهم بالزعمة يقتاصدهم وهي ذاكرة مشي اقتصادة ذاكرة راتعفون ويقدر الأرنب يموت وتا ذاك الشي اللي كي يعطيوهم راكي يكون كابر بوحد طريقة ماشية هذيك مهمة لا حول هو قوة إلا بالله كان فكرة أخرى وتاني هذي البابيونة بغي يخرج كان فكرة وتاني وهي الأخيرة وهي اللي مهمة في الأرنب كاملين تصر بيدي الأرنب وهي ما نكشفوش الأرنب دينا على شي واحد غريب ولو يكون هذك الغريب مزيان يعني وخي يكون صالح ولا يعني ما كي ما كيشوش في من بوحد تشوفها خيبة ولكن حاولوا أنكم الأرنب ديركم ما توريهمش للناس وخي يكون شجار وخي يكون الأهل دير ديركم راهم عايشين معهم هما راهم حساسة هذ الأرنب كي يحسوا بزاف إلا مشوا وشافوغي واحد الواحد غريب كي بقى كمش في واحد الجيهة تلغد ليه كي بقى ويموت واحد مور واحد علاش لأنه ركب وريتي الأرنب ديالك الواحد الشخص غريب هما معمروا ما شافوه كي يخافوا هذ الأرنب بحال من ديره في الحقيقة أنا إلا بغيت ندير واحد تشبيه يعني باش هالموضوع هذا إلا نصقوا المشاهد في الداكلة دياله ما يقدرش يحيل منها هذ الموضوع ديال الأرنب تربية الأرنب دير بحال واحد شمعة شعلة هذ الشمعة إلا مشيتي توجهتها للريح كتفى إلا مشيتي بقيت ديما ديرها واحد الكوفير من هنايا ومن هنايا وخا غير بيديك لم يديك عليها أنها ما غاديش تتفى المشروع الحمد لله قائل اللي دارو نجح فيه وخا المصاعب ديال في اللغول الإنسان ما يكونش عارف وخا إلا صبرتي في هذا المشروع كون متأكد أن على الأقل غادي يكون عندك كتفاء ذاتي من المنزل ديالك من الحم ما غا تقعوش شريو للحم هذي متأكد منه ولا صبرتو وطورتو المشروع أما كتوش كتتصرف ورس المال وكتزي وكتزيدو تطورو وتطورو وديرو بيديك المشروع أنت هما ماشي للربح غير تطور غير تطور وطور وطور وطورو واحد النار غادي تلقى عندك واحد القاطيع ديالآلين باللي ما غاديش ما غاديش تقدر قاع تقابله خاصة خدام خور باش يقابل معك كونوا متأكدين من هذا القادية إذن مشاريع زوينة على هذه الشكلة هذا المشروع عدار حسن من من المواشي وحشن من الدواجين لأننا كل شهر تقدر تلقى خلفة جديدة ولو ما تكونش من نفس الأم ولكن إذا عندك واحد نقوله غي واحد ثمانية الأمهات ولستة الأمهات كل شهر عندك خلفة جديدة أو وجوج خلفات أو ثلاثة أو كين الناس اللي يكونوا متمكنين وعندهم أربعات الخلفات أو خمسات الخلفات في الشهر وهي غيع اسميتوا واحد القافص صغير وهو عرف كيفاش يخدم وكيفاش يبحث وعرف كيفاش ناضي يخدم يعني مثل النظافة ذلك شي متول ومقاد وأعطاهم الوقت رأى واحد النهار كونوا متأكدين إذا تبعتوا التوجيهات ديال الفيديويات الحمد لله ديوتيب رأعطينا واحد الكنز يعني أنتم تتواصلوا المعلومة بسيطاتش على ذي مكانش عندنا المعلومة كتوصل عندهم كل شي دبل المعلومات واصلين يعني حاولوا أنكم ديروا المشاريع داروا على الشمعة ديالكم باش ما تتفاش موضوع ديالنا سهلة هاد الأخطاء أنا حاولت نوضحها لكم باش أي واحد عنده شي خطأ من هاد الأخطاء هذي هي شائع ننقلكم أنا جميل أنها كنت ألعل الغذي الغذي الأخطاء Director يعني إلا رجعتوا شي خطأ من الى الأخطاء حاولوا إنكم تداركوه تعني تجربت هذ الأخطاء ويعني ابحثت فيها مزيان عاد حاولت أن ellos ندوونها الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا شاركو معنا دعمونا بزير جيم واتكيو على الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة واشركم بركة رمضان كريم الى اللقاء